موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم من الصحوة نت بعد أيام من اتفاق سويد الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة موسيقى صحيفة الأيام تسرد قصة مدينة من ملتقى الشمال والجنوب إلى مدينة يخشى أهلها العودة إليها موسيقى ومن أخبارنا المنوعة القرود تحدد الفائزة في انتخابة الهند البرلمانية القادمة موسيقى أهلا بكم كشفت مصادر عاملة في ميناء الحديدة نهب ميليشيات الحوثي معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء ويعنون موقع الصحوانت بعد أيام من اتفاق السويد الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة قالت المصادر إن ميليشيات الحوثي تعمل على نحو مكسف منذ يومين على النهب مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها من البضائع التي كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة وتأتي هذه السرقات بعدما وصفت بالانفراجة الكبيرة في أزمة اليمن حيث وافق المتمردون الحوثيون للمرة الأولى منذ انقلاب ميليشياتهم على الشرعية على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة يتابع الموقع كانت مدينة الحديدة شهدت خلال الثلاثة أسابيع الماضية توسعا في عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية من قبل ميليشيا الحوثي ووثق مواطنون جزءا من المسرقات الخفيفة والثقيلة على متن شاحنات كبيرة مغادرة المدينة باتجاه صعدة وصنعة أدى استمرار الحرب في اليمن إلى تدهور مختلف الأوضاع في البلاد فضلا عن ممارسة الكثير من الانتهاكات بحق المواطنين أغلبها قامت بها جماعة الحوثي ومع ذلك الميليشيا تتبكن من الاستفادة من المأساة التي صنعتها وعنون الموقع بوست كيف استفاد الحوثيون من المتاجرة بالملف الإنساني؟ ينقل الموقع عن أحد الإعلاميين اليمنيين قوله الوضع الإنساني هو من آخر اهتمامات جماعة الحوثي فهم لا يبالون بأحوال المواطنين ودليل ذلك انقلابهم على الدولة بحجة ارتفاع الأسعار التي أصبحت اليوم أكثر بكثير من ذلك الحين ذكر للموقع بوست أن الحوثيين استفادوا من الملف الإنساني بالمتاجرة به لابتزاز المجتمع الدولي والشرعية والدعاء المظلومية وأن هناك دولا تمنع عنهم الغذاء والدواء وتمنع وصول الطائرات والسفن وهو ما يناقض الواقع عن الدم المهدوري في السويد كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا في أجزاء من المقال لن يسلم الحوثي سلاحه ولن يتحول إلى حزب سياسي ولن تتم عدالة انتقالية ولن يحصل شيء وفقا للمرجعيات الخلاصة التي تقوض علينا هي القبول بالحوثي بقضه وقضيضه وعقيدته وسلاحه شريكا للجمهورية وحاكما ضمنا كما أراد من البداية وفي أحسن الأحوال إلى عودة إلى اتفاق السلم والشراكة وخلق ثلث معطل سياسيا في الحكومة وميليشيا أفضل من جيش الدولة جولة السويد بنتائجها المؤلمة لا تحسب للحوثيين ونباهتهم وعبقريتهم التي يحاول البعض منحهم صفات لا يستحقونها ولكن إلى استعجال الإرادة الدولية في كلفتة الملف اليمني والسمرار معاناة الشعب وفرض الحوثية كأمر واقع لا يخدم السلم والاستقرار في اليمن أو في المنطقة وأعجب أن البعض يفسر نتيجة هذا التحرك الأممي حفاظا على القدرة التشغيلية لميناء الحديدة وتسهيل للمساعدات ومعالجة الوضع العنساني بل العكس تماما استمرار سيطرة الحوثي على الميناء يطيل عمر الحرب من ناحية ويسمح بالتلاعب بالمساعدات وأيضا لا يستجوب لعتب المنظمات الدولية على التحالف بعرقلة وصول السفون إلى الحديدة بحجة آلية الرقابة هذا الوضع يميع حقيقة المتسبب في الكارثة من خلال تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين وبالتالي لا يتحمل التحالف كامل المسؤولية كما تدعي المنظمات بل لو كان ميناء الحديدة قد صار كليا إلى الحكومة فلن يكون هناك مبرر لاستمرار التحالف في تشديد الرقابة على السفن وإطالة الوقت اللازم للسماح لها بالرسو وسيتحمل التحالف ومعه الحكومة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية ولن يجدوا مبررا لمنع السفن أو عرقلتها وسيتضح فيما بعد من المتسبب بهذه الأزمة الإنسانية ولحديث المنظمات وجاهة ومصداقية تركز صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدا على واحدة من المدن الصغيرة التي فقدت حيويتها في ظل الحرب وتعنوين الصحيفة كيف تحولت كاريش من ترانزيت الجنوب إلى مدينة أشباح قالت الأيام إن مدينة كاريش شكلت مركزا مهما وشريان حياة لربط المناطق الجنوبية بالمناطق الشمالية فمن يسيطر عليها يكون قد تمكن من فتح أو إغلاق منفذ مهم يتحكم بطريق رئيسي يربط الشمال بالجنوب ووفقا للصحيفة فقد تعرضت المدينة لأضرار كبيرة أثناء الحرب حيث دمرت العديد من مبانيها الحكومية ومنازل المواطنين كما قام الحوثيون بزراعة الألغام في مختلف مناطقها وقراها تفيد الصحيفة أن الألغام أدت إلى تأخر عودة النازحين إلى منازلهم حتى يتم تطهير مناطقهم من الألغام فبعد أن سيطر الحوثيون عليها لفترة محدودة نزح منها مئات الأسر إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمن والأمان يقول قائد فريق نزع الألغام أحمد الردفاني أن فريقه نازع عشرات الألغام المزروعة وأبطل مفعولها ونقلها إلى مواقع آمنة بعد أن زرعتها الميليشيا في الطرقات والقرى والمدارس وحول المدارس ومراكز المياه وكشف الردفاني عن وجود مقذوفات مختلفة من مخلفات الحرب صاروخية ومدفعية لم تنفجر ويجري التعامل معها ونقلها إلى موقع آمن للتخلص منها وتدبيرها إيران تستعد للمعركة تحت هذا العنوان كتب ميشيل كيلو مقاله في العرب الجديد متثائلا عن موقع الحرب بين أمريكا وإيران وما إذا كانت اليمن واحدة من ساحة القتال هذا وأضاف تساءل كثيرون عن المكان الذي ستبدأ واشنطن معركتها منه ضد إيران أهو اليمن؟ حيث يمكنها إنزال هزيمة سريعة بالحوثيين من دون أن تتمكن طهران من تحاشر تدادات هزيمتهم عليها ويرجح أن تسارع إلى ععادة تموضعها في اختراقاتها العربية الأخرى لكن وزير الدفاع الأمريكي أعلن أن واشنطن تريد حلا سياسيا في صنعاء للحوثيين وبالتالي لإيران حصة فيه أم أنها ستبدأ من العراق؟ أزيح قبل ثلاثة أعوام نوري المالكي عن الحكم على الرغم من تمسك المرشد به أم أن بدايتها ستكون من سوريا حيث يرجح أن تطلب واشنطن مساعدة موسكو بينما بدأت إسرائيل حربا متقطعة لكنها مؤثرة ضد الوجود الإيراني وملحقته أم سيكون لبنان؟ مستعمرة إيران التي يحرسها قطاع من الحرس الثوري يسمى حزب الله لم تبدأ واشنطن المعركة بعد وإن كان صحيحا أن بدايتها قد تنطلق من حدث مباغت يقع من دون مقدمات فتتصاعد المعارك بعده إلى حرب يستخدم الطرفان فيه ما لديه ما من سلاح في مقابل سلبية واشنطن بدأت إيران أعمالا استباقية نشطة تخفض رغبة أمريكا في الإقدام على حرب واسعة معها عبرت عن نفسها في جملة تدابير تستهدف توسعة ميدان أي معركة قد تبدأ من الساحة السورية حيث تريدها واشنطن إلى الساحة العربية وما وراءها لإضفاء طابع على الصراع تبدو طهران معه كأنها غير منخلطة فيه بينما تجد أمريكا نفسها مجبرة على إعادة النظر في حساباتها في تقرير للصحفية مالوتريسكا ونشرته صحيفة لكو الفرنسية تصف وقف إطلاق النار في اليمن بأنه هش وتفيد الصحيفة بعد فشل مريع للجولات السابقة من المفاوضات في سبتمبر تجاوزت هذه التطورات الأخيرة بالنسبة للكثيرين الآمال الرقيقة للمجتمع الدولي يفيد التقرير يجب على الأمم المتحدة إرساله حوالي ثلاثين مراقبا في أقرب وقت تقول الصحيفة استنادا إلى معلوماتها بشكل عام لم يكن هناك تقدم حقيقي كبير في هذه المفاوضات وبدون معالجة قضية الحل السياسي للصراع فإنها لا تمثل نصرا عظيما ولكنها جعلت من الممكن تجنب الفشل يقول فرانسوا بورغا المدير الفخري للبحوث في المركز الوطني للبحث العلمي وفي معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي وبالنسبة له فإن الخطوات الصغيرة التي بدأت في ريمبو تفيد الحوثيين في عملية تبادل السجناء من الحديدة يقول نجاح المفاوضات القادمة سيعتمد بشكل خاص على موقف الغربيين في هذه المرحلة لم تتمكن الأمم المتحدة قط من المواجهة مع رعاة التحالف الذين يرغبون في الحفاظ على ممر مميز عبر اليمن نحو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة لا نزل في جولتنا المترجمة خصيصا لقناة بالقيس بين الصحف الفرنسية حيث لا تبتعد صحيفة لكس بريس عما ذهبت إليه لكروا وقالت الصحيفة إن السكان قالقون من هشاشة عملية السلام حيث يوفر اتفاق السويد غير الموقع بين اليمنيين أملا لسكان المسالمين ولكن بعد سنوات من الحرب لا يريد العديد من الناس رؤية نهاية النفق أمام هشاشة العملية وعدم الثقة المستمر بين المتحاربين في أعقاب وقف إطلاق النار بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد الربو منصور هادي لم ينجح الهدوء الذي ساد في الحديدة في إخراج العديد من اليمنيين من قلقهم فبعد بضع ساعات كانت هذه المدينة مصرحا للشباكات المتفرقة في شرقها وجنوبها مما عزز القلق لدى السكان وعن عدم قابلية المتمردين للسلام تورد الصحيفة الفرنسية تصريحات أحد المقاتلين الحوثيين في الحديدة واسمه محمد عبد وهو مقاتل حوثي يقوم بدوريات في شوارع الحديدة قال نحن لا نتوقع من العدو أن يحترم الاتفاقية لأن العدو خائن وليس سلميا ويقصد بالعدو قوات الجيش ويضيف محاطا بمقاتلين آخرين السلام لا يتحقق إلا بالسلاح هل الأخبار الزائفة هنا لتبقى؟ تحت هذا العنوان كتب جوزيف نايم وقاله المعاد نشره في صحفة الغد وقال الكاتب أصبح مصطلح أخبار كاذبة وصفا مسيئا يلحقه الرئيس الأمريكي جونالد ترامب بكل قصة تبدو له سلبية أو غير سارة لكنه أيضا مصطلح تحليلي يصف التضليل المتعمد الذي يقدم في هيئة تقرير إخباري تقليدي يجد الناس صعوبة في معرفة ما هو الذي يستحق التركيز فعليا بالنظر إلى حجم المعلومات الهائل إلى حد الأرباك المتاح على الأنترنت ويصبح الاهتمام وليس المعلومات هو المرد النادر الذي يصعب اكتسابه وتسمح البيانات الضخمة والذكاء والاصطناع بالاستهداف الدقيق للاتصالات وتبادل المعلومات بحيث تقتصر المعلومات التي يتلقاها الناس على فقاعة التصفية لإصحاب الفكر المماثل تساعد مشاعر مثل الغضب في تحفيز المشاركة والاهتمام قد تبين أن الأخبار الخيالية الكاذبة قادرة على اجتداء باهتمام عدد أكبر من المشاهدين مقارنة بالأخبار الدقيقة يمكن لنموذج الربح السائد في وسائط التواصل الاجتماعي بطبيعته أن يستخدم كسلاح من قبل الدول والقوى من غير الدول على حد سواء في كل الأحوال قد يكون الضرر الذي تحدثه قوى أجنبية أقل وطأة من الضرر الذي نلحقه بأنفسنا تشير الخبرة المكتسبة من الانتخابات الأوروبية إلى أن الصحافة الاستقصائية وتنبيه الرأي العام للمخاطر قبل وقوعها يمكن أن تساعد في توعية الناخبين وتحصينهم ضد حملات التضليل لكن المعركة ضد الأخبار الكاذبة من المرجح أن تظل أشبه بلعبة القط والفع بين المروجين لها والشركات التي يستغلون منصاتها وسوف تصبح جزءا من الخلفية الصاخبة للانتخابات في كل مكان وستكون اليقظة الدائمة الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه لحماية دموقراطياتنا تضع شبكة البي بي سي البريطانية العديد من الأسئلة التي قالت أنها مهمة فيما يتعلق بأموال المساعدات في اليمن وتعنون البي بي سي أين تذهب مليارات المساعدات كما تطرح الشبكة أسئلة أخرى كم من هذه الأموال قد سلمت فعلا ومن أين تأتي وإلى أين تذهب وكان أول مؤتمر لجمع التبرعات لليمن عام 2017 قد لاقى نجاحا وتقول الأمم المتحدة أن 94% من المناشدات التي أطلقتها لجمع مليار ومئة مليون دولار قد تم الإيفاء بها وقد جاء نصف أموال المناشدة الخاصة بهذا العام من السعودية والإمارات تليهما الولايات المتحدة والكويت وبريطانيا تضيف البي بي سي أعطيت الأموال لعشرات الوكلات التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية تقول الشبكة أنه بالإضافة إلى غارات التحالف وتدمير عدد من الطرق والجسور فإن المتمردين الحوثيين يقومون بمنع وصول المساعدات إلى مدد محاصرة مثل تعز وينصبون الحواجز على الطرق المؤدية إلى العاصمة ويفرضون رسوما إضافية على وكالة الإغاثة تتابع البي بي سي كما تعرقل جماعات محلية وأمراء حرب أيضا تسليم المساعدات حيث يتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء هل تحيا اللغة من دون عشاق تحت هذا العنوان كتبت أمال موسى مقالها في الشرق الأوسط مضيفة السؤال الجدير بالطرح حسب اعتقادنا هو كيف نضمن توهج اللغة العربية وصمودها في الصراعات المحتدمة ضدها وهي تعاني مما يشبه الهجر هل تحيا اللغة من دون عشاق؟ وهل تصمد اللغة من دون تقدير لقيمتها ودورها؟ عندما نسجل تراجعا في عدد طلبة اللغة العربية في جامعتنا ناهيك عن تراجع الإقبال على المطالعة والعزوف عن كراءة الشعر حتى لكأن الشعراء باتوا كائنات غريبة في زمن التهافت الاغترابي المتعثر على اللغات الأجنبية وهيمنة العلوم الصحيحة فإننا نستنتج تراجعا واضحا في مكانة اللغة العربية وفي درجة تثمين الإقبال عليها وتعظيم جهد المهتمين بشأنها نحن مجتمعات لا ننظر بعين التقدير إلى لغتنا وتتباهى الأسرة العربية اليوم بإتقان أبنائها للغات الأجنبية في المقام الأول نتعاطى مع اللغة كعنصر ميت من مقاومات الهوية ونستحضرها من باب الحنين لا من زاوية تفعيلها والإيمان بحيويتها الدائمة إن الفكرة التي يجب أن نشتغل عليها هي الاعتزاز بلغتنا وإن الاندماج في ثقافة العالم ولغاته لا يعني البتة التفريط في أهم مقاوم من مقاومات هويتنا وإذا ما اتفقنا على أهمية اللغة كبعد أساسي من أبعاد الثقافة فإنه يسهل علينا المرور إلى الفكرة الجوهرية إن المعركة في العالم اليوم في ظاهرها معركة اقتصادية ولكنها في الحقيقة ثقافية بامتياز فامتلاك الاقتصاد مدخل لامتلاك المعاني والرموز والهيمنة ثقافياً على الثقافات الأخرى من هذا المنطلق يجب أن لا يفوتنا جوهر المعركة الحقيقي ونتماد في إهمال الثقافة واللغة العربية كأبرز مكونات الثقافتنا ومن ثمة الهوية تواجه الحكومة الهندية انتخابات صعبة في العام المقبل لكن يتعين عليها أولاً أن تتعامل مع خصم لا يقل دهاء عن أي خصم سياسي وهو وفقاً لعنوان صحيفة الشرق الأوسط القرود تحد أو تحدي يؤرق الحكومة الهندية قبل الانتخابات تقول الصحيفة تنتشر قرود من فصيلة المكاكر السوسي حمراء الوجه أو تنشر الفوضى وتخطف الطعام والهواتف الجوالة وتقتحم المنازل وتروع السكان داخل وحول العاصمة الهندية قال راجيني شارما الموظف بوزارة الداخلية يخطفون الطعام كثيراً من الناس أثناء سيرهم وأحياناً يمزقون الملفات والوثائق بعدما يتسللون عبر النوافذ وقبل بدء الجلسة الشتوية للبرلمان أوردت نشعة موزعة على الأعضاء طرقاً لمواجهة هجمات القردة ومنها عدم استفزازها أو التواصل بالعين معها مباشرة وعدم إبعاد أي قرد رضيع عن أمه بأي حال تفيد الصحيفة يبدو أن القردة ليس من أنصار رئيس الوزراء ناريندرامودي إذ خرب المئات من قرود المكاك خطته لتوصيل الإنترنت اللاسلكي في دائرته الانتخابية صحيفة الجارديان نشرت صوراً عن أهم الأحداث الأسبوعية التي رصدتها عدسات المصورين في مختلف أنحاء العالم نتابعها ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها عدد من الصحف نتابع بهذه المجموعة من الرسوم والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحفة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء